ليه منارة تانية حاجة من وراء كده في مصر طول الوقت الحمد لله وربنا يديم عليها النعمة ويديمها لينا الا وهي محمد صلاح محمد صلاح عنده بكرة مطش في غاية الاهمية في غاية الاهمية بكرة 3-10 مساء حيلتقي ليفر بول في ستادو في انفلد رود حيلتقي الزعيم الالماني الكبير بايرن ميونيخ واحد من اهم واتقل واقوى فرق القرى الاوروبية وفرق العالم كلها في ذهاب دور التمانية لدور رابطة الابطال الاوروبي مباراة مهمة جدا 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 وهو ده اللقب اللي محتاجين محمد صلاح يحصل عليه علشان يبقى في حتة تانية هو الحد دلوقتي لعب كبير واحد من اهم من جوم العالم وحصل على الكرة الذهبية الافريقية سنتين واربع كل ده تمام بس محمد صلاح نقصه لقب كبير لحد النهاردة ما عندوش لقب ما عندوش لقب مع سواء منتخب مصر انه هو حاصل مثلا معاه على كأس الامم افريقية لسه ما حصلش و لان اخر بطولات الامم افريقية اللي احنا حصلنا عليها 2006-2008-2010 كان محمد صلاح مش فيه المنتخب والمطولة الوحيدة اللي اشترك فيها كانت 2018 هذا العام في بداياتها وصلنا للدور النهاية لو تفتكروا اخسرنا من الكاميرون اه عندو انجاز الصعود لكأس العالم بس ده مش لقب المستوى الفردي محمد صلاح محتاج يكسب الدوري الانجليزي مع ليفر بول هذا العام فيبقى حاصل على واحد من اهم دوريات العالم وهو الدوري الانجليزي ويكسب كمان مع نادي ليفر بول الشامبينز ليج ده يخليه بقول لكم في حتة ثانية يخليه بقى يتحول من لاعب كبير الى اتنين تلاتة اللي هم اللاعبين الاستثنائيين فان شاء الله ده يتم مع دعواتكم وتوفيق ربنا لمحمد صلاح بس في حاجة حصلت الاسبوع اللي فات اسعدتني جدا الحقيقة وخلت محمد صلاح شوية يروح للحتة اللي انا بكلم حركوا عليها دي وهي الحتة الاستثنائية هو صحيح اعلان تجاري لوحدة من شركات المياه الغازية المعروفة دوليا لكن في النهاية انا ما يعنينيش الاعلان انا يعنيني محمد صلاح واعتقد كلكم شفتوا الاعلان لما ذاعة على الشاشات المصرية وفي الاعلان محمد صلاح بيباري ميسي ميسي ومحمد صلاح في اعلان واحد لوحدهم وهم بيتخنقوا على الكنز العلبة الصفيح بتاعة المنتج المياه الغازية وادي صورة من الاعلانة هو صلاح في نظرة تحدي لميسي وميسي في نظرة تحدي مقابلة لصلاح والاعلان لو حضركم شفتوا طبعا مش قدر ازعلكوا الاعلان لانه اعلان تجاري مدفوع الاجر او هكذا يجب ان يكون يعني فالنظرة فيها تحدي والاعلان عبارة عن مباراة في الحرفنة والمهارات ما بين ميسي ومحمد صلاح مين الاجدر ليفوز بيه كنز الحاجة الساعة ثم في النهاية في نهاية الاعلان هما الاتنين قعدوا يتبروا مع بعض ويخبطوا مع بعض لحد ما واحد ما عدي امواخد اخر حتة حاجة ساعة ومشي ليه انا سعيد بهذا الاعلان لانه الشركة الدولية بتاعت الحاجة الساعة دي ما بتهزرش ولما تحط حد قصاد ميسي يبقى هاي عارفة انه يستاهل يبقى هنا انتو اخدي ببالكم من الاشارة اللي انا عايزة سيبكم بقى من الاعلان وسبكم من ان هو حلو وسبكم من مهارات صلاح وان هو لعب الكرة كده فوقع بيها المشاكل كل ده حلو كل ده حلو لكن انا بتكلم طول الوقت على ما وراء الصورة الحاجة الاشارة الرسالة اللي تهمني شركة كبيرة بحجم شركة بيبسي علشان ميسي 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 بفهوش هزار ميسي هو ميسي من خمس ست سبع تمن عشر سنين ميسي وحيفضل ميسي لحد ما يعتزل الكورة ومعاتش هيجي ناحية ميسي فعشان يختاروا ميسي ويختاروا واحد بس قصاد ميسي في الاعلان ويقولولو انت ولا هو هو ولا انت ده في حد ذاته مكسب كبير لمحمد صلاح مكسب كبير لمحمد صلاح وموافقة ميسي واخدوا بالكم ميسي برضو مش سازج موافقة ميسي ان محمد صلاح يكون قدامه ويبقى نده ويخشه في المبرامعة بعض عشان يشوفه مين الافرح وبتاعه مين هو اقدر انه يحصل على الكنز ده اقرار من ميسي اقرار في حد ذاته من ميسي ان محمد صلاح يستاهل يكون في الموقف ده وفي الوضعية دي عشان كده انا بقول لحضراتكم ان ما على الاعلان ودلالة الاعلان اهم عندي من الاعلان هو فيه تقدير كبير جدا لحجم ونجومية وشهرة محمد صلاح لكونه لا يقل عن واحد من اهم من انجبت كرة القدم في العالم في المئة سنة اللي فاته وهو ليونال ميسي الارجنتيني طيب بمناسبة بقى الشهرة عندي موضوع كده هو لايت ولطيف بس مهم والموضوع ده قبل ما اكلمكم فيه عايز اسألكوا سؤال عايز كل واحد من حضراتكم يفكر فيه كده بهدوء وحتى مش لازم تجاوبوا علي دلوقتي يعني بس فكروا فيه بهدوء من وجهة نظركم النجومية والشهرة الكبيرة السبب الرئيسي او الاكتر السبب الرئيسي ما بقولش الوحيد السبب الرئيسي او الاكتر فيها في الوصول الى الشهرة والنجومية الكبيرة الموهبة ولا الذكاء تفتكروا ايه انا مش بقول ان واحد منهم هما الاثنين لازم يكون موجودين بس مين لما يبقى اكبر يصل الى النجومية والشهرة الاكبر الموهبة لما تبقى اكتر وذكاء قليل تصل الى النجومية اكتر ولا موهبة معقولة او قليلة وذكاء كبير تصل الى النجومية اكبر هو ده السؤال عشان ما حدش يقول لي انت بتقول يا دي يا دي لا اوما الاتنين بس انا بقول نسبة مين الاكبر في الوصول الى الشهرة الاكبر والنجومية الاكبر انا رأي المتواضع بعد الحمد لله رب العالمين انه النسبة الاكبر التي تؤدي الى نجومية وشهرة كبيرة الذكاء قبل الموهبة طبعا لازم يبقى فيه موهبة مش حول صفر بس لو ما فيش ذكاء وكبير بتضيع الموهبة وده مش كلاني ده الواقع والحياة اللي احنا شفناها لسنوات طويلة جدا جدا يعني مثلا ومن غير ما حد يزعل مني انا انتو عارفين لساني ما بيحبش مجاملة وما بيخافش من الحق واحد زي نجم النجوم في الاغنية العربية وشهرته عالمية كمان فنان الكبير اللي بتسمى الهضبة عمر دياب عمر دياب عنده موهبة ما حدش يختلف عليها بس انا في رأيي ان عنده ذكاء يفوق بكتير الموهبة ذكاء بيفوق بكتير الموهبة وهذا الذكاء الفائق هو اللي بيحسن ادارة هذه الموهبة والحفلها وتطورها وبقاءها كل هذا الوقت من الزمن محمق عمر دياب نجم من التمانينات من اول البوم لما كان من كم سنة وانا ميال لو تفتكروا ميال ميال ثم حبيبيا نور العين ثم مش عارف ايه ثم ثم بسم الله ما شاء الله مفيش فترة وقع فيها عمر دياب فظل نجم النجوم ومتصدر الساحة الغنائية تلاتين سنة دا الوقت بسم الله ما شاء الله على الجانب الاخر ومن غير ما يزعل مني لانه عارف بحبي ليه فنان كبير مثلا كبير زي الاستاذ محمد الحلو فنان كبير زي الاستاذ علي الحجار فنانين تقال جدا جدا موهبة مش بقى ما يختلفش عليها اتنين موهبة خارقة يعني صوت محمد الحلو حنجارة محمد الحلو ولا علي الحجار وإحساسهم ما حاجة بسم الله ما شاء الله كده تتوزن دهب تتوزن دهب لكن عشان مفيش ذكاء فني انا طبعا بقولش ان مفيش ذكاء خالص لان كل البشر افكياء اتكلم عن الذكاء الفني اللي هو ذكاء ادارة الموهبة اللي هي بيسموها برة في الغرب وحتى عند اخواننا اللبنانيين بيسموها ستار ميكينج صنع النجومية ستار ميكينج او ستار ميكر وفي ناس متخصصين في لبنان بالذات بيعملوا كده دور ان هو يصنع موهبتك ويرعاها وياخد بيدك للنجومية علي الحجار ومحمد الحلو حنجارة وصوت وما فيه زيهم وفي رأي موهبة طرابية طرابية غنائية تفوق موهبة عمر دي لكن مين اللي استمر ومين اللي فضل لحد النهاردة متصدر الساحة ومين اللي قلبماته كلها بسم الله ما شاء الله مبيعات كومبليه مين اللي حفلاته كومبليه كامل العدد مين اللي اغانين الناس بتسمحها ليه ونهار عمر الدياب ليه لهذا الذكاء الفني وإدارة موهبته بشكل مثالي والأمثلة بقى كتير 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 في كل المجالات وعلى فكرة مش غنى بس في الكورة في الكورة هو فيه حريف زي جه زي حمد عبداللطيف بتاع الزمالك زمان فيه لعيب جيب مهارات وإمكانيات مثلاً إبراهيم سعيد لعيب الأهلي والزمالك برضو زمان قوة ومهارات والدفاع وهجوم وكل حاجة بس هنا فيه سنة مشكلة فخلت حمد عبداللطيف مجرد لاعب في لدي الزمالك حتى ما كانش يعني له إنجازات مع منتخب مصر إبراهيم سعيد سابعاً شفته نهايته يعني بطى الكورة خلاص تقريباً ومعملش حاجة مهمة أوي في تاريخه وفي تاريخ الأندية أو المنتخبات والأمثلة كثيرة يبقى القصة هنا مش هنا مش في الرجلين ليه بقى أنا بقولك كل هذا الكلام شكراً للمشاهدة